اشتركوا في القناة والإعلامي الرياضي حمود السلوة والإعلامي الرياضي عبد الرحمن الزهراني والإعلامي الرياضي عبد الرحمن مشبب روح لقضيتنا الأولى مع تواجد ست أجانب في صفوف فرق الدوري جميل أصبح المستحيل حقيقة وأصبح الكل يخشى أي جولة قادمة ست أجانب مع إدارة واعية ومقتدرة ماليا رح يكون أكثر من شلسي معنا في الدوري السعودي ليس شيء جديد أن يكون اللاعبون المحترفون الأجانب في أي فريق بدور جميل هم من يحددون بنسبة كبيرة إلى أين يسير الفريق في الموسم منذ زمن والجميع يدرك أن النادي الذي يملك لاعبون أجانب مؤثيرون قادر أن يحقق أهدافه ويكون فريقا صعبا ولا يخسر بسهولة وبعد قرار مشاركة ستة لاعبين أجانب في أندية جميل أصبحت الجماهير تردد أن الفريق الذي سيجلب ستة لاعبين مميزين سيكون هو الأفضل وهذا سيزيد من تقارب مستوى الفرق وبالتالي زيادة رقعة التنافس ماذا لو تعاقدت الأندي المتوسطة فنيا مع ستة لاعبين أجانب مميزين هل ستنافس على مراكز متقدمة؟ معك أبو رشيد يعني ست لاعبين أجانب وضيف عدد في الدوري هذا العام برأيك كيف ممكن تأثر العدد هذا على اللاعبين وعلى الدوري عامة أتكلم عنه من ناحية الحراس والله ما ستفر شوف بكل صرح أنا من وجهة نظري أعتبرها في الأول وفي الأخير هي تجربة سواء كانت لاقت ردود فعل سلبية أو إيجابية لكن أنا ضد أن نستعجل مثلا أو نعطي أحكام مسبقية سواء على فشل أو على نجاح التجربة العبرة في أنه مثلا يعني العبرة أنه لما أضيف اللاعبين الثلاثة الاثنين حوما أضيف لاعب خامس والسادس حارس مرمى صحيح حارس المرمى يمكن ما استفد منه إلا أربع فرق يعني يمكن الشباب وأحد والهلال والتعاون يعني أنت يعطيك مؤشر آخر إلا أن بقية الأندي ربما عندها مثلا من اللاعبين مثلا العدد الكافي لكن 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 الست لاعبين هذي بالعدد لما يسمح اتحاد كرة القدم أو يتيح للأندي فرصة الاستفادة من الست لاعبين فيها تحفيز حتى لللاعبين المحليين أنه كل واحد يحاول أن يبحث عن مقعد يعني وبالتالي يعني إضافة يعني قوة مضافة بالنسبة للفريق يعني لكن حتى الآن في مسائف من قبل الاتحاد الآسوي في حراك قوي جدا أنه ممكن يعني زيادة العدد يعني الآن الموجودة أنه الأربع لاعبين الأجانب يلعبون في بطولة دورية أبطال آسيا لكن ممكن الآن في محاولات من أكثر من مثلا عضو في الاتحاد الآسوي لأنه يزاد العدد وفي مقدمة أولا يمكن يمكن في مسائف من قبل الاتحاد السعيد لكرة القدم اللي يمثل المملكة الأندي في بطولة آسيا أنه يلعبون الستة لكن في الأول وفالأخير يبقون الستة اللاعبين إضافة جدا وفيها تحفيز وفيها يعني قوة مضافة فنية بالنسبة وبعدين تعطي خيارات حتى للمدرب في لاعبين جاهزين أصحاب خبرة وتجربة على مستواجهين أطيك العافية أبو ورشيد أنتقل لضيفي عبد الرحمن الزهراني أبو طلال يعني ممكن نشوف مثلا من الفرق المتوسط عبدون ذكر أسماء ممكن يكون الحارس له تأثير عليها وممكن نشوفهم متقدموا بالدوري هذا الموصف أولا عندي إيماء الحقيقي لا بد أقولها الحقيقي يمكن لأول مرة نلتقي مع أستاذ حمود السلوى وحمود السلم بأمانة رجل يستحق الاحتفاء ويستحق التكريم رجل ذو تاريخ لم يأخذ حقه بكل أمانة هذا الرجل جميع الإنجازات اللي نتغنى فيها كان الحاضر الدائم فيها الحقيقة رجل يملك كل الصفات الإنسانية والخلقية وفوق ذلك يملك الخبرة التدريبية ويملك الفكر اللي الحقيقة الكرة السعودية تحتاجه كثير كثير حمود السلم الإنجاز الأعظم إنجاز مر في تاريخ الكرة السعودية واللي هو منسي نوعا ما بكل أسف اللي هو كاس العالم ناشئين عام تسعة وثمانين عبد السبوة كان من أساطير تلك الحقبة ولذلك أنا أحتفي بهذا الرجل وأتمنى أن هذا الرجل وكل تلك القامات في ذلك الزمان أن تحظى بتكريما يليق بذلك العطاء الحقيقة الوفاء هم الآن يحتاجون إلى وفاء فما يمنع اتحاد كرة القدم أن يقيم لهؤلاء الرجال في مناسبات عصول منتخباتنا يعني تجديد أول حاجة تذكير وتجديد الأجيال بقيمة هؤلاء الرجال اللي فعلا بدلوا جهدهم وحبهم وولاءهم الوطنهم ولذلك كانت نتائجهم الحقيقة ملء السمع والبصر فهذه إيماء أما بالنسبة للموضوع تشكر عليها أبو طلع لا هذا واجب الحقيقة له كل الأجيال اللي عاش معاهم أبو رشيد ما ودي أمدحه أمام أبو رشيد كل النقاء وكل الوفاء لكل الأجيال ولكل الناس الحقيقة استاهل استاهل طبعا خلينا أقول لك يا أبو أديب موضوع الست اللاعبين خلينا نخليها عمومية طيح تفضل أعتقد أنها ضربت معلم الحقيقة أول حاجة ضربت غرور اللاعب السعودي غرور جيبه الحقيقة والجيب هذا صار عندنا يعني انتفخ بدون عطاء فالآن تقريبا رجع له عقله لأنه لما يكون عندي ستة وبعدين لما يصل العدد أنا متأكد تماما لأنه ما يعقل أنه بعد تقريبا ربع قرن لازلنا نعيش الاحتراف بعالم الهواي أنا لو رأي رأي والله وصل لهم التسعة صراحة عدد ما كبير يا مطلع كبير جدا هذا ما يقوله الاحتراف وهذا ما يقوله أنا لما في كل نادي يطلع لي يطلع لي اثنين مبدعين ويجارون اللاعب الأجنبي أنا طلع لي خمسة خلينا نقول في الموسم أربعين لاعب يكونوا النجوم بس كلامك هذا أبو طلال معنش ما هو إجحاف في حق اللاعب السعودي يا أخي ما هو إجحاف اللاعب السعودي هو هو اللي خلق لنفسه هكذا اللاعب السعودي أصبح يفكر في جيب وبدون عطاءه وبسؤال بسيط أنا أسأل هل هل أجل أنا هاتري دوري يحرص على اللاعب السعودي المنتج موجود عندي والمنتج عندي وهو رافع نفسه لأنه منتجه داخلي وما أحد يريده خلينا نكون واضحين يعني هل يقبل أن اللاعب السعودي هذا اللي أبناءنا ونتمنى لكن المستوى يقولهم لا فبالعكس الستة هذه بالعكس حتى رجعت اللاعب وخليهم تعلمون يا أخي حتى طريقة النوم طريقة لابد هذا طيق العافية عبد الرحمن الزهراني لو القرار بيدي زدت اللاعبين من ستة إلى تسعة أنتقل لضيفي أبو فيصل عبد الرحمن شباب أبو فيصل يعني إحنا عادة في أغلب الموسم يكون فيه فرق معين أو إلا خلينا نسميها الفرق الكبار هل ممكن الزيادة اللي صارت هذه سواء من اللاعبين الأجانب أو بالحارس ممكن نشوف فريق يتقدم خطوة يكون له دور يفاجئنا بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء بالنسبة للتجربة أنا أعتقد أنها تجربة كان مفترض أنها تكون من وقت حتى قبل الموسم هذا بالتأكيد أن هذه التجربة وستة أجانب ستقلص من الفارق بين الأندية الكبيرة والأندية الصغيرة وليست صغيرة بالمستوى لكن بالجماهيرية وغيرها يمكن لاحظنا في الجولات الأولى في جول الأولى بالذات في الدور يعني شاهدنا فريق أحد فريق الباطن كسبوا أول مباراة معامل الشباب ومامل الاتحاد الهلال فاز بصعوبة على الفيحاء يعني الستة أجانب أنا الستة أجانب تقريبا ستين في المية تقريبا أكثر من الفريق أكثر من اللاعبين المحلين إذا ما جاءوا ستة الأجانب أساسيين في الفريق إدارة النادي أو إدارة الكرهة أعتقد أنها أو الجهاز الفني أعتقد أنها أخطأت في لأنك أنت لما تجيب لاعب أجنبي لا بد أن يكون أفضل من اللاعب السعودي أنت لما تجيبه عشان يحقق الهدف حتى يحقق الهدف وتحقق أهدافك أنت لما تجيبه وتخلي احتياط وإش الفائدة منه يعني بالمبالغ المادية وفي الميزة هذه أنه يقلص من المبالغ الضخمة لللاعب السعودي خلينا نكون واقعيا بكل صراحة ممكن يكون أغلى يا أبو فيصل لا اللاعب السعودي لا بيكون أغلى لا أتكلم الأجنبي الأجنبي ممكن يكون أغلى بس أنه يجيب لك بطولات أنت إذا بتجيب لاعب لا بد أن يكون أنت تقرأ الخانة اللي أنت محتاج فيها إلى اللاعب لأنه الآن يبقى لك خمسة لعيبة تقريبا محليين خمسة لعيبة محليين هذه بيكون بينهم أيضا تنافس تخيل الخط الاحتياط أو اللاعبين الاحتياط السعوديين كيف بيكون التنافس بينهم وبين الخمسة حتى يكون هناك منافسة للعب كأساسي الاحتراف وخطوة الاحتراف جيدة هذه الستة أجانب يعني خطوة أبارك هذه الخطوة واتخاذها لكن أنا أتمنى أن نأخذ مفهوم الاحتراف مفهومة الأعمق في أوروبا يعني إحنا نلاحظ الاحتراف وشي الاحتراف أنك أنت تتفرغ لكرة القدم سواء كنت كلاعب أو إداري أو أي إن كان فالآن بعض الإداريين تبقى في دوامة إلى بعد الظهر إلى العصر ويروح منك إلى النادي طيب أنت كيف تصفي ذهنك للفريق وحتى اللاعبين أنفسهم يعني تعود أبو فيصل ومعنى المقاطعة تعود اللي دائما يمكن في حلقة عن حلقة أو كل حلقة رددها أنه التقصيص ما فيه عفو الخسخصة الخسخصة ما فيه التأخرة كثير يعني الخسخصة لما تيجي بيتغير أمور كثيرة خاصة في ظل وجود الستة أجانب والقفزة الاحترافية بيكون فيه تغير جذري لكن أنا أتكلم عن حتى على مستوى اللاعبين أنت جيب لي نادي الآن يعني يطبق احتراف والتدريبات اللاعبين الصباحية والمسائية مثل ما يقام فيه أو مثل ما يقومون فيه الأوروبيين نادر وما تلقى نادي زي كذا أنت هذه هي فرصة للأندي الوسط فرصة للأندي المتأخرة وإحنا نشوف بداية قوية جدا شفنا أجانب أحد شفنا أجانب الباطن شفنا أجانب الفيحة يعني لاعبين اختيار رائع جدا إدارة الكرة إدارة ناجحة نحن نتذكر الفتح حصل على الدوري ما كان عنده مكانات مادية ولكن كان عنده إدارة وكان عنده جهاز فني استقرار كان عنده فكر لاختيار اللاعبين بالنسبة للجهاز الفني للإدارة بشكل عام للإدارة الاحترافية طبعا قبل أن تقل قضية الثانية يتفق الضيوف الثلاثة على أن خطوة زيادة اللاعبين إلى ستة وأيضا الحارس الأجنبي أنها خطوة جدا ممتازة أيضا أضاف الزميل عبد الرحمن الزهراني أنه يتمنى أن العدد يزيد أكثر من ستة إلى تسعة أنتقل لقضيتي الثانية كل ما يحدث في وسطنا الرياضي لا يشجع الحضور الجماهيري داخل الملاعب وعلى المدرجات فالناقل التلفزيوني يجعل من المشجع عاشق له أسعار التذاكر في الجانب الثاني في ازدياد واضح ومبالغ فيه مع هذه الزيادة يزيد الثقل على كاهل المشجع البسيط ويعزف بعيدا عن المدرج أصبح منظر خلو المدرجات من الجماهير أمرا معتادا في المنافسات المحلية حيث كانت الجماهير هي السمية الأبرز ولكن الأمر تغير والحالة تبدل وعزفت الجماهير عن حضور المباريات مما جعل الإثارة تقل والمستوى الفنية تراجع وما نأمله من المسؤولين عن رياضاتنا هو الاهتمام فعلا بمعالجة مشكلة عزوف الجماهير والتي أشبعت طرحا ونقاشا في وسائل الإعلام هل ارتفاع أسعار التذاكر وراء هذا العزوف وما هي الحلول المناسبة لاستقطاب الجماهير إلى الملاعب أبو رشيد نحن نشوف الحضور الجماهيري قليل جدا يعني نشوفنا مبارات الفتح والتعاون حضر بالنسبة للتعاون مشجع واحد وش اللي مخليها الجماهير بالفعل هو غلاء التذاكر ولا النقل التلفزيوني صار جدا مريح وقال الواحد لا خليني أريح في البيت أو ما في بيئة كويسة تشجع المشجع نهيجي وين المشكلة أبو رشيد أبو أديب أبي أبدأ من حيث انتهيت يعني مسألة أول شيء يعني أنا أتذكر أنه ضمن يعني عندة لجان تم تشكيلها باتحاد كرت القدم لجنة تحسين بيئة الملاعب يعني فبيئة الملاعب بالوضع الحالي غير محفزة ليست من حيث النظافة ولا من حيث لا من حيث الخدمات يعني لابد أن يكون هناك خدمات مساندة تحفز الجماهير على أن تحضر والأهم أكثر كما تفضلت أبو أديب مسألة يعني التذاكر يعني الآن اللي أفهم وأنا أنه ليتحكم بقيمة التذاكر الفريق اللي على أرضها المباراة يعني فهنا ممكن ربما نيجي مع بعض المباراة الجماهيرية ممكن كلها سعر النهائيات كلها سعر مثلا فلابد أن يكون هناك يعني ترتيب أو تنظيم لكن في الأول وفي الأخير في مسألة مثلا عزوف يعني يعني عزوف الجماهير أنت الآن يعني ضربت مثلا في أحد مباراة مثلا نادي التعاون الموسم المباراة الجولة الأولى يعني نعم نحن نفتون في البداية يعني مشجع واحد لكن من حسن حظه يعني يمكن لما يطلع عضو عضو شرف زي تركيا الشيخ في النسبة نادي التعاون يكافئ المشجع هذا بصراحة هذه مبادرة استاهل استاهل يعني الشخص الواحد اللي وقع في شجع التعاون كأنه المدرج يعني في خاطر كل محب لنادي التعاون كأنه كل المدرج يعني هو يمثل كل المدرج فيعني أنا أتمنى أنه بالنسبة لأسعار التذاكر تحسين بيئة الملاعب فيما يتعلق بترقيم المقاعد مثلا فوضى أنك تجلس هنا ولا تجلس هنا ولا قدام شوف تحصل دائما بعض الأختلافات لما يجي النهائي نصف الملعب ولا ربع الملعب ولا مفتوح ولا هذي لابد أن يكون فيها حسم قوي جدا من قبل التحاد كرة القدم إلى جانب توفير كثير من القدمات التي تطلبها الجمهور اللي مثلا يعني بعض الجمهور تأتي قبل المباراة حتى بساعات يعني فأنا ممكن أنا مثلا كجهة كتحاد كرة القدم أو رابطة دورة المحترفين أوفر بعض الفعاليات أوفر بعض الخدمات أوفر بعض الأمور اللي يعني تحفز حتى المشجف أنه يحضر المباراة يعني يطيك العافية برشيد أنتقل لضيفي عبد الرحمن الزهراني أبس ألك أبو طلال يعني وش اللي ينقصنا يعني إحنا كجماهير عشان نجي وأقول لك الشقة الثاني اللي هو ليش الآن الفريق هو اللي يتحكم ليش احنا الاتحاد السعودي يترك له أو الهيئة العامة للرياضة تترك له حرية التحكم بالسعر شوف هذه قضية الحقيقة بكل أسف قضية جدلية وقضية من قدم الحقيق وما فيه أي استجابة لعمل يجعل الملاعب بيئة جاذبة لا طاردة الحقيقة ما فيه شيء وهناك كثير من الاقتراحات وأنا يعني يعني من الاقتراحات لأن الملاعب تقريبا المدرج في نص المبنى الملعب الملعب الأطراف كاملة كلها وخاصة خلينا نضرب مثلا أستاذ الملك فهد ما يمنع أن المقدمة أفتح مقاهي على الشارع هذه على مدار الأسبوع تصير مقر يعني على مدار الأسبوع وأقفلها عن الملعب أخليها خارج الملعب في وقت المباريات أفتح الباب اللي من الداخل على الخارج ويصير المطاعم هذه والمقاهي تصير جزء من الملعب يعني تصير جزء من الملعب خارج المباريات يقفل ويصير هو يعني اقتصادية للسوق يعني يعني العوائل وبالذات أنه مثلا يعني حتى اختياراتهم الحقيقة يعني مثلا قريبة من حديقة الملك عبدالله يرحمه يا أخي استثمرها الناس اللي موجودة وخلي أستثمرها من ناحيتين استثمار ما دي لك واستثمار أيضا تعرف يعني الآن الرياض أصبح المدينة المصلطة الحقيقة الإسمنتية أفتح الجو هذا واستفيد يعني الآن هناك أندية زي نادة الشباب والنادى الأهلي من الممكن أنهم يدخلون سنويا أكثر من مئة مليون بس استثمار الواجهات ومع ذلك لازل طبعا بتقول لي إيش المطلوب إحنا قلنا يا جماعة الخير المطلوب أنتم يا اتحاد كرة القدم تبقون في الكورة بس عدودكم الكورة لكن أن تحكموا كله تكونوا الحاكم بأمره في كل شي له هذه من المفترض أن تسلم للقطاع الخاص وبمنافسات رسمية وتتركون أنتم تخليكم في الكرة القدم لكن ما هم أقول أنتم كل شي هذه ما هي شغلاتكم التجارة أنا أعمل عمل استثماري بعطاءات استثمارية تعالوا استثماروا عندنا البوفيات في داخل وبعدين أجيب الشركات الكبيرة الاستثمارية هذه واحد الأمر الثاني يمكن أبو رشيد حضر لماذا مثلا المناعب عندنا ما يصير فيها مثلا زي مثلا شيء مصغر زي أعمال زي زي اللي يحدث في الجنادري يعني مشتريات بسيطة في خارج في خارج عشان تكون في برضو الآن ما هو عندنا وزارة الترفيه ولا لا يعني ما يمنع مثلا هي العمل الترفيه هي العمل الترفيه ما يمنع فيها المباريات جاذبة أجي مثلا المثلين والشخصيات العامة والرياضيين الكبار وأسوي لهم منافسات خارج الملعب فلابد أن نخلق بيئة بيئة تجارية الحقيقة لكن مشكلتنا إن أخوان نفتح ذلك يعني البواب الأكترونية هذه البواب الأكترونية إلى يومك هذا يعني يمكن الآن العالم اخترع طيارة تنزل البحر وتخرج وإحنا ما اخترعنا موضوع البواب طول الموضوع كثير تك العافية أبو طلال انتقل عبد الرحمن مشبب أبو فيصل نحن ما نبقى نقول نحط اللوم كله على هي العامة الرياضة ولا للاتحاد السعودي أنا بسألك هل هل مستويات الفرق يعني في المواسم الأخيرة هي اللي كان لها دور في عدم الحضور يعني مستويات غير عالية كان لها الهدف الكبير أن الجمهور ما يحضر هذه من ضمن النقاط اللي كنت بتكلم فيها والمحاول اللي بتكلم فيها لأن أبو أديب موضوع زي كذا صعب أنك انت تحدده بسبب معين هي أسباب متشاعبة وأسباب عديدة جدا لعدم حضور الجماهير من ضمن الأسباب اللي ذكرت إذا تتذكر شوي يمكن أبو طلال وبرشيد تذكرون زمان يعني وحضر مباريات زمان يعني ثلاثين سنة وأكثر يعني تلقى الحضور الجماهيري مقروم بالمستوى يعني غالب أنه يكون بالمستوى إذا كان مستوى الفريق تلقى حضور الجماهيري وتلقى فيه يعني تواجد تلقى فيه حماس لما يفوز الفريق في مباراة ومباراة اللي بعدها يكون فيه حماس للحضور من الجمهور أيضا نجومية اللاعب نحن نذكر فيه جماهير تعشق بجنون ماجد عبدالله تعشق بجنون يوسف اثنيان فهد الهريفي فهد الغشيان تيجي بس عشان اللاعب هذا يعني بدون مبالغة يمكن يجي عشان اللاعب مو عشان النادي يستمتع بمهاراته يستمتع بلعبه وأداءه الآن ما احترامي لللاعبين الآن موجودين لعبين جيدين لكن ما أعتقد أنهم يعني وصلوا للمرحلة المهارة والأداء الفني اللي كانوا فيه اللاعبين السابقين وهذا يمكن يعتبر جزء من عدة أسباب النقل التلفزيوني قد يكون له دور لكن أعتقد من يعشق فريقه من يجد أيضا البيئة اللي قالها بوطرال البيئة المناسبة جدا في الملاعب أنت لما بتجي يعني احنا أجواءنا كذا أجواءنا فيها الحرارة وفيها الجفاف في بعض المدن مثل الرياض الرطوبة في السواحل لابد من رابطة المحترفين ومن اتحاد القدم ومن الهيئة إيجاد البيئة المناسبة لجذب الجماهير وجود الكشكات الوجبات السريعة الكافيات الأمور هذه كلها اللي تخلي على أقل الشخص أو الجمهور أو الأب لما يأخذ أبنائه يكون فيه مكان أن يروح له قبل حتى لو يروح قبل المباراة بساعة ما عنده مشكلة فيه فعاليات قبلها أشياء أيضا يعني ليش ما يكون فيه حافز للجمهور ليش ما يكون التذكرة هذه يكون فيها مثلا والله يكون فيه خصم تعال كم فيه رعاة عندنا في اتحاد القدم عشر رعاة تقريبا طيب ليش ما يكون فيه التذكرة هذه كل ما يكون فيه حضور كل ما يكون فيه خصم نسبة معينة للإستيسي أو الخطوط السعودية أو أي راعي من الرعاة هذين الموجودين يكون فيه دافع برضه أنت الثقر كله ما تخلي على الأندية فقط أنت ما تلوم الأندية الصغيرة وفي النهاية ترى أنت كسبان أنت كسبان والحضور الجماهيري هذا تسويق للاتحاد السعودي لكرة القدم تسويق يعني شوف خلينا نتكلم صراحة نحن نسعى خلف الرعاة في دول أوروبية الرعاة هم اللي يسعون خلف الأندية وخلف الاتحادات وخلف يعني فيه شي غلط في الأمور هذه يعني أنت كيف تصحح تصحح أنك تبدأ بجذب الجماهير الجماهير الرعي ما بيشي كل عشان الجمهور ليش الحين نشوف مثلا يمكن الاتحاد والأهلي واللال والنصر هم اللي يعني الرعاة أخذ وجذب وأسعار عالية من الجماهير هم المغذي للنادي بالتذاكر بالمتجر بالانتشار بالدعاية بالإعلان هذه نتقدها كثير أتك العافية أبو فيصل ننتقل إلى القضية الثالثة هي اعتبر قرار دخول الحارس الأجنبي للملاعب قرار استراتيجي يجعلنا نتمتع بأسماء حراس كبار تتألق وتزين أو تزين أنديتنا لكن هل هذا القرار ضد مصلحة ومستقبل حارسنا المحلي أثار قرار الاتحاد السعودي السماح لأندية دور المحترفين بالتعاقد مع حارس مرمى أجنبي ردود فعل متداولة حيث أيد البعض هذا القرار فيما انتقده كثيرون والواقع بأن هذا القرار لم يأتي من فرار بل إن مستوى الحراس لدينا قد تدنى كثيرا وهو ما دفع الأندية للسعي لحل هذه المشكلة والتي كلفت الأندية خسارة العديد من المنظريات المهمة هل قرار الاستعانة بحراس مرمى أجانب سيؤثر على الحراس المحليين وعلى المنتخب الأول وهل اتجاه الأندية إلى الاعتماد على حارس أجنبي سيؤدي إلى حدوث فراغ في هذا المركز مستقبلا أبو رشيد الحارس الأجنبي فيه ظلم للحارس السعودي لا بالحكس يعني أنا أشاف يعني فيه ردود فعل قوية جدا ردود فعل سلبية جدا بأنه مثلا استقطاب حراس المرمى حتى ضمن اللاعبين الستة الأجانب يعني أنا ما أتصور أنه مثلا زي الكرة الإنجليزية كرة عريقي جدا أنه مثلا أحد الأندية الإنجليزية والكرة الإنجليزية يعني عريقي جدا ولها تاريخ أنها تستقطب مثلا يعني لا الحارس مرمى بمستوى مثلا الحارس العمانية الحارس الهلال يعني هي هي تجربة بالأول والأخير وبهديب يعني فلابدو أنه ننتظر يعني الآن تشوف أربع عندي السعودي استقطبت مثلا وتعاقدت مع حراس مرمى يعني يعني الناس تتحسس من مسألة يعني تتحسس من مسألة أنه هيكون هذا هذا الاستقطاب أو هذا الإجراء أو هذا المشروع هذا على حساب ظهور حراسة لا أنا من وجهة نظر إذا كان في ضعف في حراسة المرمى قد لا يكون الضعف مثلا بحراس المرمى بقدر ما يكون الضعف في المدربين الأكفاء القادرين على تقديم مثلا حراس مرمى على درجة عالية وأنا متأكد تمام أنه هذا موضوع لابد أن يكون محل بحث يعني أنه لابد وأن يكون هناك مثلا يعني دورات نوعية يعني دورات في تكتيك دورات في الجانب المهري دورات في في تدريب حراس المرمى يعني لابد أن يكون اللعب يأتي حتى من القاعدة اللي تحت اللعبين لا لا فأنا أشوف يعني فيه تحسس كبير من أو فيه مثلا تخوف من قرار تحت كرتال قدم في الدفع أو تحفيز الأندية أو مثلا السمح للأندية باستقطاب حراس المرمى يمكن بعض الأندية على مستوى الآسية ومثلا خسرة البطولات يعني بطولات أو مثلا لم تحقق مركز متقدم نتيجة قد يكون ضعف مثلا في حراس المرمى هذه ربما تتيح مثلا يمكن عندنا الآن المشكلة القائمة أو الحديث الشارع الرياضي الآن يعني قرار مدرب نادي الهلال الدياز مع الحبسي يظل في الأول وفي الأخيرة بؤديب القرار قرار مدرب يعني قرار مدرب يعني وفي الأول وفي الأخيرة أيضا هي تجربة ننتظر قد يكون فيها إيجابيات يكون فيها سلبي ونقيم التجربة وأنا أتصور أن تحت كرة القدم من الجرأة والشجاعة ما يجعله يلغي القرار في حال أنه صار فيه إجماع فني على أنه والله التجربة لم يكتب لها النجاح نعم هل أنت وجهة نظرك؟ أنا وجهة نظري أنا مع استقطاب لا ممكن تنجح أنا متأكد تماما متأكد تماما ولا يكون حتى معيارا أنه يمكن علي الحبسي ما لعب مع الهلال لا المدرب له قناعات وقد يعني له حسابات أخرى يعني والدليل أنه من أول لحظة في السماح للأندية أربع أندية يعني الهلال وأحد والتعاون يعني كل الفوء والشباب أي والشباب كل استقطبة حراس مرمى لأنه ربما الأندي هذه أو بعض الأندي هذه يمكن في يوم الأيام خسرت بعض البطولات وبعض المباراة نتيجة مثلا ضحف أما يكون في ندرة المواهب تلك العافية أبو رشيد أنتقل لضيفي عبد الرحمن الزهراني أبو طلال يعني نحن متعودين على اللاعبين للجاري مهب شي جديد علينا في الدوري لكن كحارس هذه أول مرة كيف تشوف تقبل الشارع السعودي أو الجمهور السعودي لهالقرار أبو طلال والله يمكن أنا ما اللي قال حمود مكمل الحقيقة وكلام هو الحقيقة حقيقة الوعي اللي لازم تدرك الحقيقة مشكلتنا دائما نحكم بالعواطف يعني حارس المرمى هذا عندنا كأنه حارس عندنا قضية لابد أن نسألها ونجاوبها نقول هل نحن محترفين يعني عندنا احتراف الاحتراف الحقيقي في كل هذه المنتج منتج الحراسة منتج اللاعبين من الممكن أنه يصل إلى عشر أنت جزء من العالم الاحترافي وأنت الآن تدخل الربع قرن يعني بالعكس أنا أقول تجربة وتأخرت الحقيقة والحارس على فكرة زي ما تفضل برشيد الحارس يعتبر زي ما يقوله في عندنا مثل يقول لك الحارس نصف الفريق هذه حقيقة الحقيقة حراسة المرمى أحياناً لما تكون حراسة المرمى ثقيلة الحقيقة يكون المنتج طيب ومحمد الدعية الرجل الإعجازي قال هذه الحقيقة وكتبها بتاريخ لا ينسع ومحمد الدعية يعتبر من القمم التاريخية التي يجب أن يكون له له نصيب من تاريخ المنتج الذهبي والماسئي اللي تحقق الكرة السعودية وبقي محمد الدعية إلى يومك هذا بقي في الذاكرة كعملاك يمكن يغطي خلينا نقول أكل شيء يعني لا نبالغ أربعين فالمين من أخطاء الدائرة التي أمامه كان محمد المدافعين فكم الحراسة يجب أن لا نعزلها عن كامل القضية الحارس زيه زي اللاعب ويجب أن لا نعطي اللاعب طبعاً كرة القدم ما فيها قدسية ما نعطيه اهتماماً يريه أنه خارج عن المنظومة والحقيقة خلال السنوات الأخيرة بعد اعتزال محمد الدعية لا زلنا نبحث عن الحارس وقد نجد الحارس في هذا العمل اللي ممكن أكثر الناس الآن قالوا أنه ممكنه مضر لا بالعكس أحياناً يكون العلاج في المرض يعني أنت تبحث عن إنقاذ وبرضه ممكن تكون قرصة أذن للحارس المرمى السعودي ويعرف قيمته ويحس أنه مطلوب منه أنه يكون أو لا يكون الحقيقة قرار يجب أن يستمر وزي ما يقول أبو رشيد إذا تبغى تصنع حراسة أبدأ من القاعدة وهذه ما بدينا فيها بكل أسف أبدأ من القاعدة تصنع دعية سالم مروام مبروك التركي خالدين تصنع هذولا صناعة النش الحقيقة إحنا يجب أن نعود لهذه المدرسة وأنه من إيمان كامل أن المنظومة تحتاج إلى تغيير وحراس المرمى يجب أن لا نعطيهم أي صفة تعطيهم مكان أكبر من زبالهم مركز مهم جدا ولكنه مركز يبقى ضمن الاحتراف عبد الرحمن الزهراني تأخر أو الحارس الأجنبي تجربة الحارس الأجنبي تأخرت كثيرا أيضا تحية إجلاله وتقدير للكابتن محمد الدعية أنتقل لضيفي عبد الرحمن مشبب أبو فيصل هل تتوقع نجاح الحارس الأجنبي وكيف ممكن الحارس الأجنبي أن يتأقلم يعني اللاعبين على الجانب أنا زي ما ذكرت البطلان إحنا متعودين لكن كيف ممكن الحارس الأجنبي يتأقلم مع الفريق بالأكسة أنا أعتقد الحارس الأجنبي هو أسهل في التأقلم من اللاعبين لأنه خلينا نأخذ على سبيل المثال اللاعب الأجنبي في خط الوسط لا بد أن يتأقلم مع الوسط الليم والأيسر والمهاجم والمدافع والمحور لكن الحارس يمكن خط الدفاع هو الأهم وهو اللي لا بد أن يكون هناك يعني تفاهم كبير الأندية ما راح تأخذ أي حارس يعني تخيل عندنا أربع حراس في الهلال والشباب الهلال علي الحبسي والشباب فاروق مصطفى وفي أحد دوخة وفي أيضا تعاون أصام الحضري هذولا حراس منتخبات بلدانهم منتخبات عريقة ما هي منتخبات سهلة فأنا ذكرت حاجة يعني الفكرة هذه حق الحارس الأجنبي عشان ما نظلم الاتحاد لكرة قدم السابق في رئاسة أحمد عيد كانت الفكرة هذه من محمد النويصر نائب رئيس الاتحاد مطروحة كانت مطروحة وكان يريد أن يطبقها ولكن تم تطبيقها في الاتحاد وهم مكملين لبعض لكن وجود هذه الخطوة وإقرار هذه الخطوة خاصة زي ما ذكر زبيلا بورشيد أنه ملازم أن الخطوة خلاص تستمر أو القرار يستمر سنوات تجربة قد تكون هذه التجربة أضعفت من حراسة المرمى وتأثر المنتخب وخليني أقولك على حاجة هذه حراسة المرمى أو الحارس الأجنبي تستفيد منها الأندية أكثر من المنتخب الأندية طبعا مركز الحراسة مركز حساس يجلب بطولات لكن من يستفيد هي الأندية هي التي تستفيد من وجود هذا الحارس هي التي تستفيد من البطولات هي التي تستفيد على حساب أيضا الحارس احنا يمكن فيه نقطة مهمة اللي هو ذكرها حتى الكابتن سامل جاب المدرب نادي الشباب اللي هو المدرب مدرب الحراس كثير مننا ما نعرف مدرب الحراس في كل الاندية حتى الاندية القوية والاندية الكبيرة لا بد أن يكون هناك اختيار كفاءات عالية جدا لمدربي الحراس واعتقد أن هذا القرار يمكن بصح صح بعض الاندية في اختيار المدربي للحراس الناشئين من الفئات السنية حتى فريق الاول ايضا لا نهمل الاكاديميات اكاديميات الحراس احنا نشوف اكاديميات كرة القدم لكن ما شفنا اكاديمية حراس مرمى حتى عندك يعني الدعية من بداية التسعينات الى 2006 هو الحارس الوحيد وهو المتعلق وهو اللي اعتقد ما بيجي زيه اعتقد بعد الدعية جاء وليد العبدالله المسيليم المعيوف العويس يعني كلهم فيهم خير وبركة لكن فيه تذبذب المستوى هذا يبرز لك موسمين ينزل هذا يطلع لك بعدها بعكس الدعية على رتم واحد على مستوى واحد الاهتمام بتدريباته والله اعطاه لهذه الموهبة قبل كل شيء لكن برضه الاهتمام بتطوير نفسه بنفسه ايضا يعني مدربين زمان مدربين على فكرة كانوا يمكن الاخوان يذكرون كانوا مدربين على مستوى اعلى من الموجودين الان سواء كان على مستوى الفريق على مستوى الحراس على مستوى كان فيه فكر زمان كان فيه فكر رائع جدا الاهتمام بشكل كبير بالفئات السنية الاهتمام بالمدربين اكثر من ما هو الان الاهتمام بالحصول على البطولة فقط يعني الاندي الان تهتم بالفريق الاول اخذ بطولة ولا نعمل الموضوع هذا أطيك العافية عبد الرحمن وصلنا الى جولة الاعادة كما عودناكم في كل حلقة ثلاث دقائق لكل ضيف لها الحق ان يتكلم في المواضيع اللي تم المناقشة نتناقشنا فيها او في اي موضوع عام ولكن في الرياضة البداية مع ابو رشيد تفضل ابو أديب بالنسبة للثلاث او اقل او زيادة الدقائق الممنوح لي ودي اتكلم استكمال حديث ابو فيصل رحمن مشبب انه الان كما فهمت وكما اسمع انه في مشروع تأسيس اكاديمية تبنيها اللاعبين العملاقين حراس المرمى عبد الله الدعية ومحمد الدعية خاصة بتدريب وتكوين وتأسيس يعني حراس مرمى على درجة عالية من الكفاءة موهوبين على مختلف الاعمار فهذه تحتاج الى دعم اذا كانوا محمد وعبد الله الدعية متحمسين للفكرة هذه فلابد ان يكون دعم الفكرة اكاديمية حراس ترى الدعمه بسمالي يا برشيد لا 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 انا اقول لابد ان يعني تأتي المبادرة ليس من اتحاد كتا القدم فقط لا حتى من القطاع الخاص تدعم يمكن على مستوى التجهيزات او على مستوى الملعب او على مستوى الاحتياجات يعني على القل في الموسم ممكن خلى الاكاديمية هذه تطلع لنا مثلا يعني حراس مو للمنتخبة الاول لا على القل الفئات السنية يعني حراس مرمى الولمبي الشباب الناشئين فانا حقيقة اكبر بالنجمين يعني الكبيرين عبدالله دعي ومحمد العين انهم عندهم الهاجس هذا والفكر هذه وانا اتمنى انه تجد الدعم وتلقى قول وتصير واقع على الارض تلك العافية ابو ورسيد شكرا 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 اللي موضوع القاعدة اللي هو الشباب والناشئين والبرائب الحقيقة في الفترة الاخيرة اصبح هذا المكون في الاندية مجرد يعني زي ما تقول مكمل امام امام الشارع انه موجود شباب هذه القواعد القاعدة الناشئة هي كل الانجاز وهي كل الابداء وهي كل المستقبل حقيقي لانه الآن الحقيقة يعني احنا الآن نشوف في الدوري بعض اللاعبين هناك مهارات والله احيانا انا اجل تتفرج قسم اقول هذول ما هم عقول يعني لانه اصلا البداية كانت ما هي ما هي بداية صحيحة ولذلك اللاعب السعود الان يعني يتسأل الناس يقول لك ليش اول كانت الحارة تصنعك يعني الشارع كان يصنعك كانت الحارة موجودة الان ما في مكان اللاعب اصبح يعتمد عليش يعتمد على النادي ومخرج النادي والنادي الحقيقة يمكن ابو رشد يذكر اول كانت الاندية يعني كانت الاندية تستحضر افضل اللاعبين للناشئين ولذلك النصر والهلال ومدرسة الهلال تحديدا كان لها دور يوم من الايام الهلال كان الحقيقة في اخر تسعينات كان بعيد وبعدين اختصرت زمن كتير احنا نقول الآن يجب علينا ان ننظر الى القاعدة وان تدعم وعلى فكرة لا بد لا بد الاندية انها ما تصنع اللاعب اللي يلعب بس بقدمه لازم تصنعه فكريا وعقليا وانا لو الراي راي الان نصنع اللاعب المحترم من الان اللاعب السعودة الان احترافه لما تصير ما فيها الان حتى بينك تعليمه يكون صعب وعلى فكرة لابد اذا اردنا محترف يجب ان نثقف عقله لان اللاعب الان عندنا ما يعرف كيف ينام ما يعرف مصلحته ميسي لما انتعاقد معه اول تعاقد 27 وهو شاب 27 مليون دولار جوزم له هنون وحصله يبكي سأله ليش قال هل اكون انا كفه له المبلغ احنا نبغى اللاعب هذا اللي يفكر هالتفكير ونصنع لاعب عنده فكر علمي في سبيل انه يحقق المستوى الكرة والحقيقة احنا هذا مفقود ويجب يعني مثلا نجيب حمود السلوى خلينا زياني لهالمدارس ولهالناشئين استقطبهم استفيدوا من خبراتهم ولا شك وبعدين هذول هنجوم معروفين اللاعب الصغير هو قدوة الحقيقة وبعدين تصنع فيه الروح يجي يتكلم مثلا هالعمالك هذول يتكلمون يصنعون في اللاعب روح العطاء ويعلمونهم كيف الجيل السابق الحقيقة بعيدين يعني ما يمنع الاندية اخذ هالعمالك اروح بهم للاندية واسوي لهم جلسات مع اللاعبين الاندية يا اخي لا بد اللاعب لان اللاعب عندنا يحتاج الى تعليم تعليم والتعليم من من يستحضر التعليم تستحضر التعليم اللاعب طيك العافية ابو طلال انتقل ابو فيصل اتفضل عبد الرحمن انا عندي موضوعين باتكلم فيها الموضوع الاول يخص الدورات او البطولات الودي اللي تقام في المملكة يعني يمكن اقرب مثال كان فيه دورة تابوك الدولية الثانية كانت دورة رائعة جدا من جميع النواحي سواء كان تنشيط رياضي في منطقة تابوك سواء كان اداء فني وعصارة معسكرات الاندية في هذا البطولة ويمكن لاحظنا الاتفاق كيف حصل على البطولة وكيف بدأ تأثيرها في اول جولة في الدورة ويمكن الحكم ما يكون مستعجل لكن وضح فيه التلافي الأخطاء السلبيات الانسجام زيادة الانسجام وجود ايضا الشباب وجود ايضا الاتحاد بضافة الوطني انا اللي بقوله ان اتمنى من بقية الاندية الاهلي الهلال النصر في المواسم المقبلة او الصيف المقبلة او البعدة انهم يستثمرون مثل هذه الدورات ان اولا منها يكون فيه تنشيط رياضي لبقية المناطق سواء كان في تابوك او في ابهة او في اي منطقة من هذه المناطق بالاضافة الى ان يكون هناك ايضا حراك رياضي وتشويق للجماهير قبل انطلاق الموسم الموضوع الثاني اللي بتكلم فيه عن المنتخب السعودي احنا على بعد خطوتين من التأهل باذن الله الى مديال 2018 في روسيا يا رب احنا نسختين محسوبة من اعمارنا في عدم مشاهدة الاخضر يقارعون منتخبات العالمية 2010 ما شاركنا 2014 تقريبا جيل كامل جيل كامل يتشوك ويمتعطش لمشاهدة هذا المنتخب ثقتنا كبيرة في اللاعبين ثقتنا كبيرة ايضا في الجهاز الفني وفي الاتحاد ونجزم ان الجميع قلوبهم على المنتخب المنتخب والله الحمد يعني قلوبهم على بعض انسجامهم مدرب انا احباشيد بالمدرب ما رفك ان المدرب استقر على تشكيل بدأ فيها مبداية التصفيات يعني التغييرات اللي كنا نشوفها في عهد المدربين السابقين عشرة يدخلون في تشكيلة جديدة المبارا اللي بعدها والتصفيات اللي بعدها يطلعون عشرة ثانين هذه ما لاحظناها عشان كذا لاحظنا الانسجام احنا في المركز الثاني وان شاء الله ما هي صعبة علينا الامارات ان شاء الله سهلنا نتجاوز برغم منتخب ما هو سهل ومنتخب يمكن يلعب نفسية مرتاحة لان تقريبا شبه فقد فرصة في التأهل المنتخب الياباني ايضا عندما تلعب في مدينة جدة وفي الأجواء وعلى أرضك وبين جمهورك اللي ان شاء الله ما يبقى مقعد واحد فاضي في المباراة الأخيرة اللي تعتبر هي البوابة للمونديال بإذن الله انهم يحسمون هذا الفوز يحسمونه بانتصارين وان شاء الله انهم يسعدون الجيل الجديد اللي ذكرت انه غار ما شاف منتخب بلاده في المونديال وان شاء الله نحن كلنا واقفين مع المنتخب وكلنا بإذن الله ندعى المنتخب نتمنى بس انهم يرسمون البسمة على وجوه هذا الجيل نتمنى ان الوقوف الجميع مع هذا المنتخب منتخب يستحق كل خير منتخب بإذن الله انهم ما يقصرون وحاسين ويعني بالمسؤولية اللي عليهم مسؤولية ما هي سهلة وان شاء الله ما تبقى شيء ترى بو فيصل يعني بإذن الله قريب نقول اننا نفرح ان شاء الله يأتيك العافية واعتذر نقاطاتك باخر الوقت ابو فيصل وصلنا الى فقرة نجوم الحقيقة لكن قبل ما نروح لهالفقرة تكلم ضيفي ابو فيصل عبد الرحمن مشبب وعرج على انه يعني احنا نشوف اكاديمية او اكاديميات للعبين لكن ما عندنا اكاديميات للحراس ايضا ذكر ضيفي حمود السلواء انه في فكرة من الكابتن محمد الدعيع واخوه الكابتن عبدالله الدعيع لانشاء اكاديمية يعني نتمنى ان يعني اهل فكرة ان ترى النور نتمنى ان يكون فيه دعم ترى احيانا ما يكون الدعم ترى كله مالي او مادي احيانا يحتاجون الى دعم لوجستي يحتاجون هم ايضا عمالقة وعندهم خبرة لكن يحتاجون من من يقف معهم ايضا من يعطيهم من خبراته من يعطيهم من وقته من يعطيهم بجهده نتمنى بالاخير ان نشوف اكاديمية كبيرة للحراس يعني موه بس هنا لا احنا نصدر نبين صدر البرأ نبين الاحتراف يطلع من هنا الى برأ بلاعبين سعوديين بحراس سعوديين بنجوم ودائما اللي اقوله واكرره انه ترى في النهاية والله المستفيد الاول البلد المستفيد الاول المنتخب السعودي منتخبنا اللي ان شاء الله بنشوفه باذن الله باذن الله ان شاء الله نشوفه في روسيا 2018 وان شاء الله عن قريب نبارك البعض ونشوف عالم السعودية راية لا اله الا الله في النهاية أشكر ضيوفي حمود الكابتن حمود السلوة وعبد الرحمن الزهراني وعبد الرحمن مشبب أنتقل للفقرة الأخيرة التي هي فقرة نجوم الحقيقة لاعب موهوب برتبة كابتن ماهر فنان يستطيع صناعة كل شيء في أي وقت وأي مكان خالد قهوجي آخر النجوم المبدعين يلعبها الحسين عبد الغاني خضوات جميلة هجم خطرة هجم خطرة المربع المربع وداخل المربع الرعيم من زمن شؤون المباراة الثاني هدف خلاوي في وضع عرج من مصر به هدفين مقابل لأشيء يسجل على راجل ثاني بدقيقتين أصبحت النتيجة الآن شوف إعادة لنا شوف إعادة حسين عبد الغني جميلة من حسين حسين يقدم مباراة كبيرة بالرأس على طول من عبد الرحمن سيفين شوف شوف وانطلاقة من الخلف ويسجل سيفين الهدف الهدف الأول للأهل في هذه المباراة لتصبح النتيجة اشتركوا في القناة